لجان الدفعات كلية الصيدلة وعزمنا أن نحسن سعيا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله بإذن الله الآن رح نبلش بحل مجموعة من الأسئلة على الشابطر الثاني وبإذن الله أنها تكون شاملة لجميع أفكار الشابطر الثاني بسم الله نبدأ السؤال الأول بحكي لك The formal charge on the sulfur atom معطيك هذا المركب sulfur عليه لومبير واثنين هايدروجين واحد مثل تمام واحد مثل وقال لك بدي إيش بدي الفورمال شارج ومعطيك هيك معلومة بين قصين إنه الاتومك نمبر للسلفر 16 تمام أول إشي حكينا لما نحسب الفورمال شارج لذرة في مركب نكتب قانون ومنطبق عادي الفورمال شارج هو عبارة عن الجروب نمبر ناقص النمبر أوف نون بوندينك يعني عدد الإلكترونات الغير رابطة زائد النمبر أوف بوندز زائد عدد الروابط اللي عملتها الظرة تمام فالفور الجروب نمبر كيف ننطلعه لاحظ هون إنه معطيك الأتومك نمبر ما تستعجل وتروح تكتب لي على الجروب نمبر 16 غلط هذا الأتومك نمبر طيب كيف من الأتومك نمبر نطول إيش الجروب نمبر حسنا الجروب نمبر بالعادة الجروب نمبر تمام هو نفسه الفيلنس إلكترون بالعادة عدد الجروب نمبر هي نفسها إيش عدد الفيلنس إلكترون في الأسئلة اللي بتجيكو فزاي من نعرف إنه إحنا في أي ضرر المدار الأول بس على اثنين المدار الثانية لثمانية المدار الثالث لكما لثمانية وكذلك فبناء على هذا المفهوم تعا نوزع الإلكترونات في مدارات الإلكترونات الموجودة في ذرة السلفر في مدارات المدار أول بس على اثنين المدار الثاني بس على ثمانية قدش بذر من 16 ستة فالمدار الثالث ستة فالفيلنس إلكترون هي عبارة عن الإلكترونات الموجودة في اللاست شيل تمام هذا هو عبارة عن اللاست شيل وزي ما منعرف زي ما أخذنا في الشابطة الأول إنه الفيرنس إلكترون هي عبارة عن الإلكترونات الموجودة في اللاست شيل هي نفسها القروب ننبر هي نفسها القروب ننبر فهو منكتب ستة ناقص أكم إلكترون غير رابط عند السلفار واحد اثنين هاي منحط اثنين السلفار أكم رابط عامل ثلاث رابط فالسؤال يعني بس مجرد تطبيق لا أكثر فستة ناقص خمسة تساوي موجب واحد إذن الفورمال تشارج للسلفار هو عبارة عن موجب واحد الإجابة رح تكون بي تمام السؤال الثاني بقول لك The number of conistitutional isomers of C3H6 بRCL بقول لك عدد الconistitutional isomers لهذا المركب قديش هذا فكرة على الشابطة الأول حبيت إني أكتب هذا السؤال عشان أذكركم بفكرة أنا شرحتها بالشابطة الأول بس على ما أظن ما حلت أصل عليها في فيديو الحل السابق للشابطة الأول فأنا بدي أحل هسا يعني زي ما بنعرف إنه شو هي الآيزومers خلينا نستذكر الآيزومers الآيزومers إنه هي مركبات لها نفس الموليكيولار فورميلا وتختلف في 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 بكل بساطة هاي الآيزومers طيب معطيني موليكيولار فورميلا من الموليكيولار فورميلا أكمي مستركتر الفورميلا بقدر أساوي تمام تعا بس إحنا نحط الكربونات مش مش شرط نحط الهايدروجين اللعبة وين بتصير؟ بتصير على البروم والكلور تعا نجرب هون كاربون هون كاربون هون كاربون ممكن أنا أحط السيل هون وحط البيار هون ممكن العكس أحط البيار على الظرة الأولى وحط الكلور على الظرة الثانية ممكن الكلور والبروم على الظرة واحدة هي الظرة الأولى ممكن على الظرة واحدة هي الظرة الثانية كمان حيصار عندي لحد الآن أربعة ممكن هاي الكلور على الضر الأولى والبروم على الضر الثالثة هسا رح يجي حدا يقول لي فيه كمان خيار سادس بقول لي شو بقول لي الخيار السادس إنك تحط البروم على الضر الأولى والكلور على الضر الثالثة هذا الحكي غلط ليش إذا بدك تجرب جيب هذا المركب وخالي اليمين يسار واليسار يمين رح يطلع نفس اللي فوق حتى لما تيجي تأخذوا الشابتر الثالث على التسميات وتسموا المركبات هذول الاثنين رح يطلع نفس الاشي فهون الإجابة طلعت معي أكم كونستيتيوشنال آيزومرز خمسة فالإجابة هون رح تكون عبارة عن خمسة تمام بكل بساطة يعني ترجمة السؤال مين في المركبات التالية هو عبارة نن بولر نن بولر وإذا بتتذكروا الشريح بكل بساطة حكينا النن بولر قوتين متعاكسات في الاتجاه لهم نفس القيمة بيلغوا بعض فتعالي نشوف فمثلا هون هاي ظرة الكاربون تمام هسا كاربون مع هيدروجين يعني نغض النظر لأنه معروف يعني الكاربون دائما بسحب الالكترونات من الهيدروجين دائما كاربون وظرات أخرى فالكاربون هون وعنده كلور فالكلور أكثر تمام من الكاربون فرح هون تنسحب الالكترونات بهذا الاتجاه وهون الالكترونات رح تنسحب بهذا الاتجاه تمام فبالأخير رح يكون فيه محصلة بينهم فهذا المركب بصفي بولر تمام هون نفس الاشي هون الكلور راح يسحب الالكترونات باتجاهه وهون كمان نفس الاشي فها راح تكون محصلة بناتهم للمحصلة للبولاريتي فهذا عبارة عن بولر اه امن هون لاحظ هون الكلور بسحب الالكترونات باتجاهه بهذا الشكل وهون الكلور بسحب الالكترونات باتجاهه بهذا الشكل لانه هو اعلى الكلور من الكربون فلاحظ قوتين متعاكسات والزاوية اهم اشي بناتهم 180 متعاكسات في الاتجاه يعني الزاوية بناتهم 180 ومتساوية فبلغن بعض فالبولاريتي هون بتصير 0 يعني الديب المومنت هون 0 فالاجابة راح تكون عبارة عن C حتى دي تعالي نجرب انه هون ها السيل بسحب لتحت وهون السيل بسحب لتحت يعني هذا المركب في الآخر بيصفي عبارة عن بولر هون السيل هون بسحب هيك وعندي السيل هيك وهون السيل بتسحب زي هيك يعني هون في المحصلة بطلع هذا المركب عبارة عن بولر النن بولر حكينا عنا متعاكسات في الاتجاه اللي هم نفل قيمة بلغوا بعض فالدابل بومنت بطلع عندي تساوي زير السؤال الرابع بحكي لك معطيني مجموعة من المركبات مع قيم البكي ايه تمام للذفقة الشغلة البكي ايه لما يزيد قوة الحمض شو بيصير فيها بتقل هي قاعدة ذهبية البكي ايه لما يزيد قوة الحمض بتقل طيب يعني البكي ايه لما يقل شو بيصير بقوة الحمض بتزيد لانو البكي ايه عكس البكي ايه تمام بيقول لك tofu is weakest acid ال weakest acid محكينا كل ما زادت البكي ايه قوة الحمض بدقل ال weakest acid هو الاضعف اصد يعني اله اعلى بكي ايه من هو الاعلى بكي ايه لاحظ حسب القراءات الأعلى بك ايه هو عبارة عن الكمباوند ايه تمام which of the above is the strongest acid هو عبارة الأقل بك ايه ها لأنه كل ما قلت البك ايه قوة الحمض بتزيد فأنا عندي دي هو الأقوى الفرع الثالث من السؤال الرابع رقزولي فيه بحكي لك which of the above acid reacts with تمام إذن عندي أنا أسد رح يتفاعل مع المادة هاي NAHCO3 تمام وقيل لك أنه البيك ايه فاليو لهذا الحمض هو 6.37 تمام فلاحظ أنه زي كأنه بيقول لك أنه ناتج هذا التفاعل رح يظهر عندي من أحد نواتج تفاعل هذا الحمض H2SO3 تمام مع القاعد المرافقة للحمض اللي رح يتفاعل مع هاي المادة هسا بعضكم رح يحكي لي طيب هون NAHCO3 طيب الـ NA هون وين موجودة بدي أذكركم بفكرة جدا 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 بسيطة أخذتوها في التوجيه تتذكروا لما إحنا أخذنا مثلا الـ NAHCO3 مثلا وروحنا حطيناه في مي من الصحي الـ NAHCO3 رح يتفكك لـ NA بلس زاد HCO3 تمام فهذا الآيون عبارة عن آيون متفرج شي يعني الآيون متفرج؟ يعني وجوده وعدمه واحد في المي لا يؤثر على الـ BH لا يؤثر على الـ BH فدايما الـ REACTION بيصير على الآيونات هاي الآيونات هاي الآيونات المتفرجة ولا بتأثر على إشي في التفاعل ولا بتأثر على قيمة BH شو هي الآيونات المتفرجة؟ الآيونات المتفرجة هي اللي جاية من القواعد القوية ومن الحموض القوية زي CL-, I-, BR-, NA+, K+, LI+, تمام؟ عناصر المجموعة الأولى وعناصر المجموعة السابعة على الأغلب اللي جاين من القواعد القوية والحموض القوية فهون زي هون لما هون لما قيل لك NA-CO3- عادي زي كأنه قيل لك بس CO3- تمام فبينتج الحموض عندي فهذا عبارة عن قاعدة هاي عبارة عن بيس تمام يتم منحة بروتون عشان تعطيني هذا الأسد تمام قاعدة ذهبية أخرى إحنا أنا أعطيتكم قاعدة إنه التفاعل بيسير من حمض قوي لحمض ضعيف إذا التفاعل صار من حمض ضعيف لحمض قوي هذا التفاعل ما بيسير ولكن إذا التفاعل صار من حمض قوي لحمض ضعيف هذا التفاعل رح يسير تمام فالH2SO3 هذا الحمض 6.37 فالمفروض الحمض اللي يكون قبل السهم أقوى من هذا الأسد أقوى من هذا الأسد لانه التفاعل بصير من حمض قوي لحمض ضعيف مين الحمض الاقوى من ال H2SO3 تمام مين يعني الاجل منه بقيمة بك اي لانه كل ما قلة بك اي قوة الحمض تزداد منلاحظ ان المركب دي هو الوحيد اللي اقل منه فالتالي هو اللي رح يتفاعل ويعطي ال HCO3- بروتون ويعطيني الاسد اللي بعد السهم فهون نكتب CH3 C-O-H وقيمة هون ال بك اي 4.76 استزادة لو نكتب مصح هذا اعطى ال بيس بروتون طيب بينتج عندي كونجوكيت بيس لهذا الحمض اللي هو عبارة عن CH3-C-O-O- هاي عبارة عن كونجوكيت بيس اسأل الله انه هذا السؤال تكون فهمت فكرته وفكرته بسيطة جدا بس يمكن يعجق الطلاب بسبب وجود هاي الصوديوم هاي وضحت لكم اياها فكرة بسيطة جدا اخدتوها يعني ايام التوجيه فهذا صارت انتم مستوىكو اكبر من هاي سؤال خامس بقول لك بكل بساطة شوفوا اخواني مبادئ ثابته ما بتتغير خلص زي ما بدرست المبدأ طبق عليه المادة جدا سهلة بقول لك ارسمني بكل بساطة شيه الريزونانس عرفتلك الريزونانس انه انا بغير من موقع الرابطة الثنائية عن طريق تغيير موقع الالكترونات من دون المساس في موقع الظرات يعني انا الظرات بتظلمة كانها اللي بسوي بس اني بغير في موقع الالكترونات هذا شو بيقدي انه انا موقع الرابطة الثنائية بتغير فكل بساطة مثلا اللون بير اول الريزونانس ممكن اسوي اللون بير اللي هون راح تصير هون رابطة وتنتج رابطة ثنائية والرابطة الثنائية اللي هون أحد الروابط راح تصير لون بير للكربوني هاي هاي أول رزونانس ممكن أسوي فهون CH3 C هون H هون double bond C وهي H هون في رابطة راحة لأنه هون صار عندي لون بير وهون H وهون C double bond O وهون CH3 تمام طيب شو الرزونانس الثاني ممكن أسوي إنه الرابطة هاي تصير لون بير واللون بير ها نصير رابطة تعال مع بعض هون CH3 هون CH double bond C H هون C وهون H تمام وهون C أحد الروابط صارت لون بير فلاحظوا بس رابطة وحدة مع ثلاثة لون بير على الأكسجين وهون CH3 بكل بساطة صار عندي two رزونانس أوكي بحكي لك the formal charge of the oxygen in the following compound is هس الأكسجين آه لقروب نمبر إلو ستة لقروب نمبر على الأغلب بعطيك إياه في الامتحان أو بعطيك الأتوميك نمبر لقروب نمبر لقروب نمبر ناقص نمبر أوف نن بوندينج يعني عدد الإلكترونات الغير رابطة عدد الإلكترونات الغير رابطة زائد نمبر أوف بوندز تمام بكل بساطة ستة ناقص عدد الإلكترونات الغير رابطة ملاحظة أنه عندي ستة والأكسجين هنا من رابطة واحدة فستة ناقص سبعة تساوي سالب واحد فالformal charge الأكسجين في هذا المركب هو عبارة عن سالب واحد كل بساطة تمام بحكي له السؤال السابع هون which of the following molecules is non-bolar تمام تعاني يجي الخيار ايه هون من غض النظر بين الكاربون والهايدروجن منركز على الكلور فهن الكلور راح يسحب الالكترونات باتجاهه يعني في المحصلة هذا المركب عبارة عن بولر تمام وهون نفس الإشي هون نفس الإشي هون الكلور هون الكلور هون اتش هون اتش هون الكلور راح يغير هاي الكلور بس ولكن الكاربون راح يسحب الالكترونات باتجاهه فبالمحصلة رح يكون هذا بولر أما انها تطلع رح يسحب هون الكلور رح تسحب الالكتونات باتجاه بهذا الشكل وهذا السؤال مكرر طرح وهان الكلور رح تسحب الالكتونات باتجاه بهذا الشكل فالزاوية بيناتهم رح تكون عبارة عن 180 تمام متعاكسات لهم نفس المقدار لهم بعض فصار double moment لهم zero فهذا هو عبارة عن النن بولر تمام أما انه نلاحظ هاي الكلور بسحب هاي الجهة هاي الكلور بسحب هاي الجهة رح يكون لهم محصلة بنائتهم فهذا بولر على ما اعتقد هذا اعتقدك يا فوق يعني السؤال مكرر تمام هون بقولك the most polar compound is احنا حكينا اثناء الشريح انه البولاريتي بتزداد البولاريتي بتزداد مع ازدياد difference of electro negativity يعني كلما زاد الاختلاف في قيمة negativity او الكهرو سلبية بيصير ايش بتصير compound more بولر تمام منلاحظ هون الكاربون هون الجهة هاي الثابتة فاحنا رح نطلع على الجهة اليمين ونشوف مين فيهم اكثر كهرو سلبية تمام فبالتالي هذا اكثر difference في ال electro negativity فال compound هو اللي رح يكون the most polarity احنا بنعرف ان الفلور هي اكثر هي اللي بتمتلك اكبر قيمة لل electro negativity في الجدول الدوري كامل تمام فالاجابة رح تكون عبارة عن b طيب لو سألتك the least لو سألتك عن the least شو الاجابة رح تكون الاجابة رح تكون هي عبارة عن carbon carbon لان هو عبارة عن non-bullar كيف بناتهم زوج من الالكترونات هاي الكاربون بتحاول تسحب اتجاه بهذا الشكل وهاي الكاربون بتحاول تسحب اتجاه بهذا الشكل بناتهم 180 درجة متعاكسات في الاتجاه لهم نفس القيمة بيلون بعض بصير zero فالداب الممت بيكون لهم zero فبالتالي هو عبارة عن non-bullar فهو least polarity لو سألك عن least تمام سؤال عشر بحكي لك the acid with the strongest conjugate base is والبكي is given معطيك مجموعة من الحموض مع البكي مع البكي يعني تاعة هاي الحموض وسألك مجموعة من الأسئلة بحكي لك the acid with the strongest conjugate base طالب منك الأسد اللي إله أقوى conjugate base تمام نكتب مجموعة من الملاحظات معلومة عطتكم إياها وأنا بشرح في الشابطر الثاني إن كلما زادت قوة الحمض شو بيصير قلت قوة قاعدته المرافقة يعني بالتالي كلما ضعف ضعف الحمض زادت قوة قاعدته المرافقة قوة قاعدته المرافقة يعني سمحوني إنه بكون شوي بطيء في الشريح بس عاني عشان تفهموا الفكرة بشكل يعني بشكل كامل عشان لما تخشوا عن امتحان إن شاء الله بكتكون أموركم كلها تمام تمام بقولك the acid with the strongest conjugate base تمام هسا إحنا بدنا أقوى conjugate base نطلع على الملاحظة هاي إنه كلما ضعف الحمض بدي أضعف حمض فبالتالي قوة قاعدته المرافقة رح تكون أقوى شيء طيب كيفنا نعرف من هو أضعف حمض نتذكر المعلومة الذهبية اللي حكيناها فوق إنه كلما زاد الـ bkA بتقل قوة الحمض من إلو أعلى bkA الـ h3 فالإجابة هي عبارة عن n h3 which of the following acid based reaction doesn't take place مين من هاي التفاعلات لا يحدث القاعدة الذهبية التفاعل بيسير من حمض قوي لحمض ضعيف فإحنا نطلع الحمض اللي قبل السهم والحمض اللي بعد السهم ونشوف قيم bkA لازم الحمض القبل السهم تكون قيمة البقية إلو أقل من الحمض البعض السهم عشان القبل السهم يكون قوي والبعض السهم يكون ضعيف فملاحظ الحمض القبل السهم هو هذا اللي هو عبارة عن ethine والحمض الحمض اللي بعد السهم هو عبارة عن هذا هو عبارة عن ethanol ورح تتعلموا التسمي إن شاء الله الحمض القبل السهم البكA إلو 25 الحمض اللي بعد السهم البكA قديش إلو 20 فلاحظ البكA هون أكثر يعني اللي هون أضعف واللي هون أقوى فهذا تفاعل doesn't take place عشان نتأكد تعال نشوف الحمض القبل السهم هون ethine وهون أمونيا فالحمض القبل السهم قديش إلو هو عبارة عن 25 والحمض البعض السهم 30 فلاحظ هذا التفاعل بحدث ليش لأنه من قوي لضعيف تمام من حمض القبل السهم المي وحكينا المي مادة أمفطورية والحمض البعض السهم ethanol المي قديش قبل السهم 15 طيب واللي بعد السهم قديش 20 آه فمن قوي لضعيف صحيح هون أشتو أس قبل السهم وعندي بعد السهم الأمونيا قديش القبل السهم 7 طيب اللي بعد السهم 30 فهذا التفاعل بصير تمام draw to resonance يعني هون قيل لك أرسم احتمالين للresonance آه الاحتمال أول إنه إنه هاي الرابطة تصير لون بير وهاي اللون بير تيجي هون فنرسم أول احتمال هون H كل بساطة بهذه الطريقة تمام أنا سؤالي مقصدي من هذا السؤال بدي أسألك سؤال هاي هاي السالب هاي السالب وين راحت اللي بحكي اللي ظلت هون يعني بزعل منك صراحة طيب اتأكد احسب الformal charge لهاي الكاربون الكاربون مجموعة رابعة ناقص النمبر كلهم بندن صفر زاد أربع روابط أربع ناقص أربع تساوي زير طيب وين راحت هاي السالب آه السالب هاي بتروح للي بيزيد عنده عدد الإلكترونات مين زاد عنده عدد الإلكترونات لاحظ إن الأكسجن هاي زاد عندها عدد الإلكترونات فالسالب راح يصير عندها فهون السالب راح ينتقل والدليل احسب الformal charge الformal charge 6 ناقص 1 2 3 4 5 6 زاد رابطة وحدة ها 6 ناقص 7 سالب 1 هاي أول رجنس الرجنس الثاني إنه اللون بير يجي هان وهون هاي تصير عبارة عن اللون بير تمام وهون H C هاي 3 لون بير ورح تيجي السالب عندها هون C هون C هون C H3 هاي احتمالين للروزنس بكل بساطة هاي الاحتمال الأول وهاي الاحتمال الثاني وهيك الحمد لله رب العالمين بنكون حلينا كل الأسئلة على الشابطة الثاني أسأل الله إنه تكون هاي الأسئلة شاملة يعني وهيك إنه فيهمك للشابطة الثاني إنه يكون تمام ويعطيكو ألف عافية يا رب